فتحت مساجد جنوب هولندا أبوابها لغير المسلمين في الفعالية السنوية ليوم المسجد المفتوح وفي مركز سخدام يلدز الإسلامي الذي يضم مسجدا استقبل القائمون على المسجد مجموعة من الزوار الهولنديين وأطلع رئيس المركز زكريا بوداك الزوار الهولنديين على تعليم الدين الإسلامي بهدف إزالة كل الأحكام المسبقة بحق الإسلام والمسلمين في الغرب وفي حديث للأنادول قال روب يبرلان أحد زوار المركز الإسلامي هذه أول زيارة لي للمسجد كان لدي فضول عم يجري داخل المسجد ومن أجل هذا أتيت المكان الذي كان فيه مخيلتي كان مختلفا ولكن المكان أراه جميلا جدا أما الزائرة ميريل فاندرفارت فأشارت إلى أنها زارت العديد من المساجد سابقا إلا أنها تزور المركز الإسلامي هنا لأول مرة وقالت جئت لتعرفه على المزيد من تعليم الإسلام بشكل عام الناس لا يعلمون الكثير عن الإسلام أما فرانس فير جادي فأشار إلى أنه شهد إنشاء المركز الإسلامي وشارك في أفطار رمضان الحقيقة المسلمون في هولندا القائمون على المؤسسات الإسلامية والمراكز الإسلامية يقومون بعمل الحقيقة يعني عمل دعوي كبير وهو فتح أبواب المسجد لغير المسلمين لدعوتهم للإسلام ويعني ربما يكون هناك استجابة منهم ترجمة نانسي قنقر